السلام عليكم ازاع حضراتكم يا رب دانا يكونوا بخير انا ريمون صابري وان شاء الله في هذا الفيديو بإذن الله هتكلم مع طريقة حلوة جدا الربحة من الانترنت بشكل جميل جدا وي بشكل ممتاز وكمان تقدر تعتبارها احدى نواع الدخل السلبي او الباسيف انكم والحال حافزنا اكتر على التحدث عن هذه الطريقة في هذا الفيديو الان اعرف واحد زميل اللي هي معالفة شخصية بيكسب من هذه الطريقة اكتر من 500 دولار شهريا ايوه 500 دولار شهريا الان اعلم بقى هذه الطريقة تعتمد على موقع محترم جدا الى وهو اسمه studypool.com طبعا اكيد طبعا كتر جدا من حضراتكم اكيد ممكن سمع بلكده بهذا الموقع ويملم به بالفعل وحياء في اكتر من زميل فاضل شرح هذا الموقع على اليوتيوب بشكل ممتاز جدا 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 لكن الحقيقة بجد اللي شجعنا اكتر في التحدث ايضا في هذا الموقع وفي هذه الطريقة ان بجده حقيقة اعرف ناس شخصيا بيكسبوا من هذا الموقع بشكل ممتاز جدا كل شهر طبعا الحقيقة اللي ما عرفش ممكن هو studypool هو عبارة انت بترفع هنا just documents or notes ملاحظاتك او ملفاتك سواء طبعا كنصور png او google docs او powerpoint اللي انت عايزه بتكون فيها محتوى تعليمي في اي مجال انت محتاجه مثل الفيزياء مثلا مساء الرياضية معادلات كيميائية مواضيع خاصة بموضوع التمريض خاصة بالماركتنج اي ملاحظات اي notes انت بتكتبها اي حاجة انت عندك ممكن محتوى تعليمي ممكن في بالك وحاب تقدمه في شكل document مكتوب قدم المعلم بقى وجوست انت بترفعه على هذا الموقع المحترم واي شخص على مستوى العالم بقى شاف هذا document او هذه الصورة او هذا الملف انت بتحصل في المرة الوحدة على عشرة دولار متخيل يعني كل pdf مثلا انت رفعتها او كل powerpoint انت قدمت فيها مثلا بتكلم عن موضوعا ما من خبرتك انت تعليمية او انت ممكن يعني فاكيرها قبل كده او لحاجة بشكل كده تعليمي اي شخص على مستوى العالم يشوف هذا الملف او هذا document انت تحصل على عشرة دولار بجد حاجة ممتازة جدا 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 بالطبع هي موقع ستادي بول هو اكتر تمييزا اكتر الناس اللي هما الطلاب او التلاميذ اللي ممكن موجود حاليا في سنوية عامة او ممكن نسف كلية فهو عند ادريدي لطي المحتوى التعليم اللي هو ممكن يقدمه ويشاركه كمان في هذا الموقع جاست ممكن هو يكتبه في جوجل دوكس بشكل جميل جدا او على الباوربوينت او ايا كان او ممكن يجعلها في شكل ممكن صور على موقع كانفا ولا حاجة او ممكن هو لو هو خطه حلو يكتبه كده على ورقة خارجية ومن ثم يعملها تصوير بس بشكل بجد حاجة ممتازة جدا ويقوم معالم بها برفعها على موقع ستادي بول وباي لغة انت عايزها سواء بعربي انجليزي فرنسي اسبياني اللي انت عايزه طبعا هي افضل حاجة يكون بالانجليزي او بالفرنسي تمام? يعني اكتر اللغات ممكن ان اي شخص ممكن على مصول العالم ممكن يفهمها او يحب يبحث عنها تمام? حلو خلص فانا كده اطير لكم حاجة لو انت دلوقتي حالك طالب او تلميز في كلية ما في اي كلية انت عايزها تربية رياضية تربية او الله في ادب قسم اعلام في جيولوجيا في مساء الجبر في اي حاجة انت ممكن تقدمها وتكتب به محتوى انجليز تمام? اعملها معلم بقى في جوجل دوكس تمام هذه الكوزات او هذه الاسئلة الخاصة بالفيزياء او معادلة الكيميائية ولا حاجة اكتبها وارفعها عطول بقى على موقع ستادي بول اي شخص يلاقيها 10 دولار على كل فيو على كل فيو مش كل ملف على كل فيو تمام? طب لو انت بقى مسلا زي حالاتي مسلا ساب موضوع التعليم الخاص بالسانوية العامة وسبت الكلية من فترة طبعا في اكتر من طريقة. هي حية اللي انت ممكن تدور لو انت عندك ممكن اصحاب او ارايب او اخوات ممكن برضو لسه في كلية او ممكن بالسانوية العامة والحاجة ممكن انت تستغل برضو المواد الدراسية الخاصة بهم وتعمل برضو لها عادة نشرة معلم بقى بشكل ممتاز جدا وطعم بخطك لو انت تكتب انت بخط اليد يعني او انت برضو تعملها في جوجل دوكس او باوربوينت وهكذا بشكل مادة تعليمية بتقدمها انت للناس وتعملها معلم بقى في او حاجة انت ممكن برضو تبحث انت ممكن في موضوعا ما انت حبه اه من خلال جوجل او من خلال اي تيوب اي حاجة زي ما اقول لكم حاجات ممكن خاصة بالهندسة بالجبر بالفيزياء بالجيولوجيا بعلم الاقتصاد علم التمريض علم الدكاترة لاي حاجة تعايزها حاجة انت ترفحها وتعملها عادة نشرة باسلوبك الشخصي باسلوبك الشخصي ما تعملش كوبي بيست اطلاقا ما تعملش عادة صياغة خالص لا كله باسلوبك ايما انت بخط اليد ايما تكتب انت في جوجل دوكس او ممكن في خلال اه ممكن تيكست مسلا او في باوربوينت ايا كان انت بتقدم محتوى تعليمي زات قيمة زات قيمة طبعا عشان باقي تم قبوله بشكل اسرع والناس تبحث عنه بشكل كبير جدا في اي مجال زي ما بقولك في اي مجال انت عايزه تمام عندك ممكن تتكلم باللغة عربية والترجمها بقى في جوجل ترانسليت وعند بقى كوبي بيست عندك في جوجل دوكس زي الفل مش مشكلة لكن انا حاجة تبين فيها اسلوبك ويور تاتش مش كوبي بيست تمام وبجد اي فيو اي فيو تحصل انت على عشرة دولار بقولك انا اعرف ناس في مصر اعرف ناس في مصر بيكسبوا خمسمية دولار في الشهر ممكن اعرف فعلا من جزء مثلا في لسهة في كلية ولا حاجة لكن البعض منهم الاخر مش حالين في مدرسة ولا في كلية اطلاقا جاست بقى بيعمل نشر الحاجة الحاجة اللي ممكن بيحبها لكده يعني انا مثلا انا مثلا وليكن غاوي مثلا معادلات كيميائية خاصة بالعضوية ممكن بقى استغل الحب ممكن بقى في الكيمياء العضوية واعمل بقى معادلات وابحث بقى اكتر وعملها في شكل نوتس او في شكل ممكن ملاحظات او في شكل دوكومنتس واعيد بقى رفعها في موقع ستادي بول وانت مثلا وانت فاكر بقى في ايام الكلية وانت بتحضر مثلا محاضرات معانا او ساكاشن وبتعمل طبيض ممكن او تلخيص ممكن لمحاضرة النهاردة اعملها معلم بقى واكتبها انت في جوجل دوكس او باوربوينت او حتى اكتبها انت بخط اليد وصورها حاول على قدر الامكان ما تضيعش اي فرصة بقولك بشكل بشكل شخصي اعرف ناس بتكسب من هذا الموقع بشكل خرافي بشكل جميل جدا يعني انت مثلا وانت تبعت هذه الطريقة بدءا من النهاردة مدى من دلوقتي كمان ورفعت وليكن اقول مثلا ميت دوكومنت ميت دوكومنت لو كل دوكومنت انت رفعته ده اتشاف مرة واحدة انت هتحصل على الف دولار متخيل الرقم متخيل يعني انت لو انت رفعت مثلا ميت دوكومنت ميت دوكومنت لو كل دوكومنت اتشاف مرة واحدة حصل على وان بس كده انت هتحصل على الف دولار بجد حاجة ممتازة جدا جدا جدا. هنا طبعا جزت انت بتعمل هنا في سادي بول تسجيلي معلم بقى بمنتهى سهولة وبمنتهى الجمال حلو خالص وثم هنا بيقولك هنا ارفع هنا اي كوز اي اسئلة خاصة بالفيزياء بالكيميا في اي مجال في اي سوبجكت انت عايزه تمام? ممكن حاجة خاصة ممكن بالكلاس نوت زي ما تقولك انا ملاحظات اه طبيض تلخيص حاجات معينة اه ممكن شاف انت برأيك انت اي حاجة معلومات قيمة تعليمية تمام? ممكن ترفع بقى اي لغة انت عايزها من اي لغة عربي انجليزي توركي اسباني المني اللي انت عايز بقى زي ما انت فانى افضل حاجة تقدمها انت بلغة انجليزية او الفرنسية تمام? حلو خالص. هنا بقولك بقى في اي دوكيومنت هتحصل انت على عشرة دولار بير كل فيو بير كل فيو من كل مشاهدة بجد حاجة ممتازة جدا جدا جدا. هنا بقى يجب لك هنا كل الصغر متاحة زي ما بقولك انت ممكن تعملها في شكل صور تمام? ممكن تخليها في شكل ممكن اه صور متحركة او ممكن في خلال دوكيومنت تمام? او ممكن في خلال اه او ممكن في شكل ملف مضغوط زيب فايل وهكا. يعني بص معك انت كل الفرمات المتاحة انت بس مش ناصر غير بس تكتهت فقط في حصول على معلومة تعليمية وتعملها انت بصيغتك سواء كتابة على الكمبيوتر تمام? في شكل ممكن ملف ملف باوربوينت ملف جوجل دوكس ولا حاجة ملف او انت ممكن بقى لو خطك حلو قوي ومميز بجد ممكن تكتبها انت بخط اليد يا معلم بقى ومسيما تصورها بقى بكاميرا جميلة كهية كاميرا زريفة بتكون هاي كوالتي ومسيما بقى التعويد رفعها يا معلم بقى على موقع studypool.com واي اي دوكيومنت بيتشاف تحصل انت يا معلم بقى فوري على عشرة دولار الحقيقة ازاي بلوكم بجد حقيقة اللي شجعنا اكتر حقيقة على اثارة هذا الموضوع مرة اخرى انت بجد اعرف ناس شخصيا بيكسبوا من هذا الموقع وان شاء الله انت برضو تكون من دمن الناس اللي تكسب برضو من هذا الموقع والحقيقة انا هدفي بجد في القناة لانا مش بس اعمل يعني اختفز مسلا معلومة واحتاجها لا اعادت برضو نشر المعلومة واعادت بجد نشر الطريقة الخاصة بالربح وتفيد غيرك انا بقى احبها وبقى اعتبارها بجد حاجة مميزة جدا عشان ممكن حقيقة اللي بيحدد ممكن الفيديو ده ممكن يكون فعلا معرفش اصلا موقع studypool او مرة ممكن يسمعوا مني او ممكن حقيقة ممكن يكون قبل كده فعلا سمع قبل كده بهذا الموقع لكن حقيقة ما تحفزش قوي ولم يقم بعمل اكشن لكن دول همعلم بقى ان حاول ااكد بجد الطريقة دي بجد مربحة جدا وشغالة قوي استغلها من دلوقتي هم ومعلم بقى واكسب منها وان شاء الله رب جد يا ربنا يكرم الجميع وبجد لو كان فيه اي سؤال اي سفسار اعبداع من حضراتكم اشرفكم ان شاء الله في فيديو القادم ومع السلامة